أطرقت لجنة البر الأولمبية الموريتانية التابعة للاتحادية الموريتانية لرياضة الأشخاص المعاقين بملعب تجنين في ولاية وكشوط الشمالية منافسات النسخة الثانية من كأس رئيس اللجنة الأولمبية ورياضية الموريتانية في كرة القدم للأشخاص الصم تشارك في هذه النسخة فرق رياضية تمثل مختلف مقاطعات ولاية وكشوط الثلاث وقد أكد القائمون على هذه التظاهر أن الهدف منها هو دعم مشاركة وحضور فئة الصم في العشطة الرياضية وإثار الإمكانات التي تتوفر عليها وستتوصل البطولة لمدة ثلاثة أيام على أن تقدم في ختامها جوائز وميداليات للفرق الثلاثة الأولى